دعاؤه عليه السلام إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من قربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان ابن فلان مما حضرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه اللهم فصل على محمد وآله واخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافل الحده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه وعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوا حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء اللهم صل على محمد وآله وعوضني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزأة سواء مع موجدتك اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما وعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوام واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذي لي وترك الانتقامي ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخاصم فصل على محمد وآله وعيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلعي أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وعدت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما وتخيرت آمين رب العالمين إنك هذا الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير